خلي يطلع كل شي خل تطفح خل تطفح البالوعة تصدر تريند الكويت خبر صحيفة القبس ولي كشفت فيه الأول مرة عن أسماء عشر مشاهير على السوشال ميديا اجت أسماء ضمن التحقيق بقضايا غسيل أموال شغلت الرأي العام العربي طوال الأسبوعين الماضين تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض على شبكة تقوم بعمليات غسل أموال وعلى حسب الصحيفة فالمتهمين هنين يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانا طويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبد الوهاب عيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، ومريام رضا يعني حرام والله في كلام تعليم قال ايه حرام خافوا ربكم عيب ونشرت الصحيفة أيضا قرر النائب العام ديرار العسعوسي بتجميد أرصتهم البنكية والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات والأخبار كلها صار عليها تفاعل كبير من قبل المتابعين على السوشال ميديا والاكتار تفاجأوا بالأسماء اللي نشرتها الصحيفة ورغم أن بعض المتهمين من المشاهير ما علقوا واختاروا أنه يتجهلوا الضجر بتصوير يومياته وإعلاناته كالعادة إلا أنه أول ردود الفعل بدأت من عندي عقوب بوشهري فبعد ما هدد بالأيام بمقاضات كل من يربط اسمه بالقضية رجع ليعلق بسخرية على القرار لما نشر هالمقطع وكتب عليه وضعي الحين أما فرح الهادفة تعليقات على الانتهامات كانت بستوري على سناب شات ما عندي شي أخفي وإذا أنا مخطئة بشي رح أتحسب لكن كل شي موجود وإن شاء الله بيظهر الحق كنا ممكن ما صار شي قطيتها بطن المشاهير ترجمة نانسي قنقر